هذا يسمون الأبرق هواب ونجمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من قناة ثق وازي اليوم رحلة جلق قد تقريبا ساعة والله من المرسى الين وصلت الطرحة حاقتين مفترض انه انا اوصل قريبا في 20 دقيقة لكن اعتنا الهوى جدا قوي ممكن مسامعين شوية الهوى والموج اليوم عكس التوقعات حاوقف على طرحة محر 22 متر واجلب للعواري اليوم ان شاء الله اشاء الله والله اكلت عطول انا بغلي تبلع ما انا بغلي يتبلع معانا نلقى حايا السيدة قحايا عاش الله رحمة الله شوو 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 شووو شووه شوف الحجم واشا الله هذا الأشياء الجميلة جميل 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 كشر هذا يسمونه الأبرق هواب ونجمة وهم أوسم يمشي فين قريباً شهر أربعة ميلادي أربعة وخمسة وستة ميلادي كشة جزينا السحبة تدع تعد هو شهي قريباً من اسمه أبو عين عيونه كبيرة جرش 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة كذا خلاص شك ما تفق إن شاء الله طيب كذا اكتفيت لرحلة اليوم الآن الساعة تقريبا 12 روح أتغدى إن شاء الله وروح أنام وريح شوية طيب ما شاء الله هذه حفزينة السيت أبعضوا سمك أمس اللي هو هذا والهامور والقحايا والمحسني والباقي سمك اليوم الحمد لله يلا على الأجواء الصعبة لكن الحمد لله اكرمنا ربنا اليوم شوفوا من شاء الله في الأحلام الثانية باسترام geehrواعوا شكرا